اهلا بكم في هذه التقطية واللي هنتابع فيها اخر تقصير حالة التقص خلال الايام القليلة المقبلة ارتفاع ملحوظ بتشهد درجات الحرارة على كافة الانحاء اليوم وغدا تصل خلاله العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة بينما الدرجة المحسوسة تصل الى 41 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الانحاء وسط توقعات هيئة الارصاد الجوية ان يبدأ التحسن من يوم الجمعة من خفاض طفيف في درجات الحرارة وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان اخر صور الاقمار الصناعية بتشير الى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة لتكون الاجواء شديدة للحرارة على معظم الانحاء ومن المتوقع ان تسجل القاهرة 37 درجة ويرتفع الاحساس بحرارة التقص قليلا بسبب زيادة نسبة الرطوبة وكمان بتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد الاربعاء ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 الى 4 درجات يكون الاحساس بالتقص شديد الحرارة نهارا على الكاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وايضا جنوب الصعيد حر رطب على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حر رطب على باقي الانحاء ووضحت كمان هيئة الارصاد الجوية ان الاربعاء سيشهد نشاط ريح احيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا مع وجود فرص امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وبالنسبة لدرجات الحرارة الاربعاء القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة الاسكندرية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة بينما مطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة سهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة وبينما تسجل محافظة قنة العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة كمان خلوني أستعرض مع حضراتكم خريطة الظواهر الجوية يعني حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم حيث تكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من السلساء حتى الأحد المقبل حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية معتدر الرطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء فحظرت الهيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة من ارتفاع في نسب الرطوبة نظرا لامتداد منقفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء موضحة أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم بتتراوح من 2 إلى 4 درجات وكمان أشارت هيئة الأرصاد إلى أن التعرض المباشر لإشاعة الشمس بيزيد من الإحساس أو الشعور بارتفاع درجات الحرارة وأشارت كمان إلى وجود نشاط لرياح على بعض المناطق يعني على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة على السواحل الغربية دي كل التفاصيل المتعلقة بحادة التقسي خلال الفترة المقبلة بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تقتيات جنيدة من تلفزيون الموسمي اشتركوا في القناة